شارك مؤخراً وزير البيئة والصيد برام محمد في المؤتمر الوزاري لدولة الكونغو حيث يحدث الاجتماع إلى تكوين صندوق لصالح حوض الكونغو من أجل تحسين حياة السكان وهماية البيئة أبدالله حارون حوض جمهورية الكونغو هو ثاني أطول نهر في إفريقيا بعد نحر النيل ويشمل عدة دول إفريقية منها جمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون والكونغو الديمقراطية والكونغو والقابون وغينيا والرواندا وتنزانيا والزنبيا وجد وبهذا الصدد جعلت مشاركة وزير البيئة والصيد برام محمد في المؤتمر الوزاري حول تكوين ميزانية من أجل حوض الكونغو وذلك من الفترة ما بين الثامن والتاسي من مارس الجاري بالآصم الكونغو كينشاسا وخلال فعاليات المؤتمر الجامل للدول المشاركة في حوض الكونغو جاعت إدة كلمات تنصب لصالح تحسين حياة السكان بشكل عوسى في الحياة الإنسانية لتكوين صندوق لصالح حوض الكونغو بمشاركة عبر دول إفريقية ويعمل هذا الصندوق على حماية البيئة الغابية التي ظلت محددة بفعل الإنسان وتعمل المجموع على مصاحبة هذه القطة الاقتصادية وسط الحماية الغابية بطرق وسائل كفيلة عبر خلق مشاريع التنمية المستدامة والسعي إلى تنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن السلام كما أن هذا الصندوق يدعم البيعث الاقتصادي لإفريقيا وفق منظمة العموم الإفريقية التي تهتم بالتنمية والمشاريع البيئية